بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحرقات والسكون طبعا احنا النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا الموضوع دوت هو تقريبا كل بيت مصر بيفكر فيه كل فرد وكل بيت واي حد موجود بيتكلم بيده وبين نفسه ايه اللي ممكن يحصل بعد كده وايه المشاكل اللي احنا ممكن نتعرض لها في حالة لو لقدر الله حصل او لقينا عندنا فيروس كورونا فيروس كورونا هو شغل اقول الناس قبل ما يشغل بيتهم فيروس كورونا كل الناس النهاردة بقت خايفة ان هي لقدر الله تعطس ان هي تقح ان هي تسخن لقدر الله ان هو يحصل عندها اي مشكلة طبعا احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده بس اتكلمنا فيه بشكل مختلف وقلنا يا جماعة مسببات الامراض هي الفيروسات والجرسيم الفطريات والتفايلات وذكرناكم بيها قبل كده وقلنا طول ما فيه جهاز منع قوي عمر ما فيه ابدا اي فيروس ممكن يجي يمتك واتكلمنا كمان قلنا لازم الخضروات ولازم المكملات الجزائية الطبعية ولازم الفواكه الفرش ولازم ان احنا ما نعصرش الفواكه ابدا ولازم ناخد نسبة الياف عالية ولازم المضادات الحيوية اللي موجودة في البصل والطوم ناخدها ولازم اقاركم نستخدمه والقصد الهندي واتكلمنا على بعض الاعشاب والنباتات الطبية اللي بترفع جهاز المناعة لابعد قدر ممكن احنا ممكن نتكيله حتى اتكلمنا عن الرياضة وممارسة الرياضة واتكلمنا عن النوم الكويس اللي بيرفع من قفائة الجهاز المناعة حتى كمان اتكلمنا على كل ما يقص جهاز المناعة من الناحية الطبية لكن احنا النهاردة هنتكلم بشكل مختلف ليه مش عاوزين نعيد كل الكلام اللي هو بيتعاد بين كل ساعة والتانية فانا النهاردة قررت ان انا اغير الموضوع تماما واتكلم فيه عن حاجة تانية اتكلم فيه عن الاصارة النفسية اللي بتأثر على جسم الانسان وفي لفس الوقت بتأثر على جهاز المناعة وبتخفض من جهاز المناعة وبتنقص من كفاءة جهاز المناعة لدرجة بعيدة جدا 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 والكلام اللي انا هتكلمه النهاردة ده مهم جدا جدا ولازم نقول لكم تركزوا فيه لان تقريبا ما فيش اي حد فينا خالي من اللي انا هتكلم فيه النهاردة واول حاجة انا هتكلم فيها النهاردة هي المسارات او الاشياء اللي هي بتخص في سيولوجية الجسم او الطاقة بتاعت الجسم الكامل كمثال الخوف الغضب القلق الحزن الحاجات دي كلها احنا النهاردة هنتكلم فيها بص يا جماعة الرسوع السلام كان دايما بيستعيز من اي حاجة فيها حاجة يعني فيها طعون او فيها مرض او كلام زي كده وكان من دعاء الرسوع السلام كان دايما بيقول اللهم اني اعوز بك من الهم والحزن واعوز بك من العجز والكسل واعوز بك من الجبن والبقل واعوز بك من غلبة الدينة وقهر الرجال الرسوع السلام كان بيستعيز من الحاجات دي كلها طبعا كل الحاجات اللي انا هتكلم فيها النهاردة دي مهمة جدا لازم تخليكوا او تركزوا معايا فيها لان الحاجات المهمة دي هي حاجات لازم كل فرد مصري ياخد باله منها كويس قوي خصوصا ان هو محتاجها لان النهاردة ما عندناش اي واحد ما عندوش بال رايق كل واحد فينا عنده دماغ مشغولة عنده هموم كتيرة عنده بلاء والبلاء مقصم من فرد الى التاني بس ازاي هنا ان البلاء ده هوت يقصر على عندك على جهاز المناعة بشكل كبير وفي نفس الوقت يكون سبب في وجود كل الامراض اللي موجودة هو ده النهاردة اللي احنا هنتكلم فيه فعشان خاطر كده انا النهاردة قررت اول حاجة ان انا اتكلم فيها ان احنا كل ما هنرفع من الطاقة الايجابية بتاعتنا كل ما هنخف من وجود الامراض في حياتنا لكن كل ما كانت الطاقة السلبية موجودة كل ما بقى الجسم مصيادة لكل الامراض اللي موجودة فلذلك النهاردة رقم واحد في حلقتنا ان احنا لازم نعرف ان الطاقة الايجابية هي اول مصدر من مصادر الطاقة اللي الجسم محتاجها اللي هي بترفع من كفاءة جهاز المناعة بتاعك ده رقم واحد رقم اتنين كبير الاطباء ابن سيناء قال حاجة حلوة اول في الموضوع دوت قال ايه قال ان الوهم هو نص الداء الوهم هو نصف الداء الوهم هو نصف الداء والاطمئنان نفس نصف الداء الوهم نصف الداء والاطمئنان نصف الداء والصبر اول خطوات الشفاء ده رقم واحد لازم حضراتكم تركزوا معيه فيه وتعرفوك ويسأل ده بالنسبة دي الفصل ونرجع مع حضراتكم ورجعنا معاكم مرة تانية ورجعنا نتكلم معاكم تاني عن الطاقة الايجابية اللي الجسم محتاجها وان هو اول مصدر من مصادر الطاقة اللي هي اول حاجة بترفع من قفاءة جهاز المناعة بتاعك طبعا فيه كلام كتير جدا على جهاز المناعة وانا هسيب الكلام الكتير ده للناس الكتير اللي هي مش وراها حاجة جارة انها بتتكلم عن جهاز المناعة عن طريق التغذية او الاعشاب او النباتات الطبية وانا واحد منهم ولكن النهاردة بالذات انا جاي اتكلم معاكم عن المصارات اللي هي ممكن تبقى سبب اكبر من التغذية وبتأثر بشكل اكبر على جهاز المناعة حتى من ضمن الحاجات دي مشاكل الاكتئاب والوسواس القهري ومشاكل الخوف والقلق والحصد والغضب كل المشاكل اللي هي بتأثر على الجهاز المناعة او بتأثر على كفاءة جهاز المناعة بشكل عام او بتنقص من كفاءة جهاز المناعة بشكل عام كل الحاجات دي بتأثر وبتبقى بتأثر بالسلب وبتبقى من مسببات الامراض اللي بتنتشر في الجسم من طريقة كبيرة جدا جدا وطبع عشاء قطر قبل بنتكلم في المورادة كمان لازم تاخد بالك من ثلاث حاجات اول حاجة لازم تركز فيها منعتك لازم تكون قوية لو انت عاوز ان الامراض دي مشيجي لك ابدا وان انت تبقى شخص قوة وعضلات وزي الفل يبقى رقم واحد لكل ام مصرية تركز مع اطفالها تركز مع ازواجها تركز في بيتها على المغزيات اللي المفروض تكون في كل وجبة جزائية زي ما قلتلك قبل كده لازم تبعدي عن كل ما يضر الجسم واللي يضر الجسم كتير جدا من الحلوات المصنعة ومن السكريات ومن العصير الفرش كل الحاجات دي بتأثر على الجسم الملح الكتير غلط السكر الكتير غلط كل الكلام ده بيأثر على الجسم خالص فانا عاوز اقوة جهاز المناعة يبقى لازم يكون فيه اغزاء قويس لازم انا اهتم بيه الحاجة التانية اللي انا لازم اهتم بيها هي النظافة النظافة الشخصية قبل ما تكون نظافة البيت النظافة الشخصية لازم ان انا دايما اخسل ايدي اخسل وشي اه انشف قويس اه انا رايح اصلي في المسجد ياريت يكون معاك مصلية اه اخد بالي اعمل الاحتياطات اللازمة اللي هي ما تسببش ليا بعد كده لقدر الله اي سبب من اسباب الامراض خصوصا ان العدوى لو هي موجودة او منتشرة احنا ما نتصابش بيها وبردك ما نتهلعش يعني انا عاوز اقولك في الاكل ان انت ما تتهلعش لان كل حاجة بيد ربنا سبحانه وتعالى وطبعا بعد النظافة وانا قلت عليها النظافة الشخصية وبعد النظافة الشخصية هي نظافة البيت الام المصرية صباحا ومسائل لازم زي ما قلت لحضراتك ان انت تكسلي بيتك وتنظفيه وتعقميه زي كمان ان انا قلت لك الحلقة اللي فاتت لازم نستخدم بخور الحرمل وبخور حبة البركة وبخور اللي بناتذكر البوكر دي كلها من معقمات الجو وقتل كل الفيروسات والمكروبات طبعا زي كمان ان انت لازم تكسلي بأسانس النعناع وأسانس القرنفل ده برضك من الحاجات المفيدة جدا جدا والملح برضك من الحاجات المفيدة جدا كغسيل للبيت وكلا تالت حاجة والاهم يبقى رقم واحد انا قلت عليها اللي هي النظافة رقم اتنين المناعة رقم تلاتة دينك لازم يكون عندك يقين في الله سبحانه وتعالى ان الشفاء كله بأمر ربنا سبحانه وتعالى ولازم يكون عندك يقين في الله ان الكل ده دواء لازم اوعى اتفكر ان ربنا سبحانه وتعالى هيصنع ده بدون ما يصنع دواء اكيد ربنا سبحانه وتعالى صنع الده ده لابتلاءات احنا عشان خطر نرجع تاني ربنا سبحانه وتعالى نرفع ادينا ربنا سبحانه وتعالى نقول يا رب فمهم جدا ان احنا لازم نعرف ونكون متأكدين ان الشافي والمعافى في الاول وفي الاخر هو ربنا وحده سبحانه وتعالى ما فيش أبدا إنسان على وجه الأرض لا يملك لنفسه ولا للناس نفع ولا ضرق فلذلك لازم يكون عندك يقين في الله سبحانه وتعالى إن الشافي هو ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هو ابتلك عشان ترجع له مرضك عشان ترجع له بعتلك الفيروسات والمكروبات عشان قطر ترجع لربنا سبحانه وتعالى ترجع تقومي الليل ترجع تصلي في موعيدك ترجع تصلي الفجر جماعة ترجع لازم ترجع لربنا سبحانه وتعالى احنا في وقت لازم كلنا نكتمع في وقت واحد نكون كلنا موجودين فيه ان احنا نرفع ايدينا للسماء وندع ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عننا البلد خالص لازم نعمل كده ولازم نكون متيقنين فيه ان هو الوحيد الشاف المعافي افتكر دايما انا دايما اقولك اطرقها للذي رفع السماء بلا عمد ولا تحزن على مصيبتا ولو كانت في الولد لعل الرزاق عظيم المدد ينعم ويعطي بلا حدود وبلا عدد فكمن مصيبة فرجت بعد ان نظن العبدة منها لا نفت طمأنينة القلوب في ذكر الواحد الاحد الذي كتب الدواء قبل ان يقطب الرمض هو ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد للشيء اقن فيكون ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي في ايده شفاك ومرضك هو الوحيد اللي في ايده انه يبتلك بأي داء ربنا سبحانه وتعالى فلازم كلنا نرجع ربنا سبحانه وتعالى عشان قطر في الاخر هو في ايده كل الامور يبقى رقم واحد النظافة رقم اتنين المناعة رقم تلاتة ان احنا نكون متيقنين في الله سبحانه وتعالى ونقود بالاسباب ان الشاف هو ربنا سبحانه وتعالى طبعا بعد ما خلصنا الكلام ده هنبتدي بقى نتكلم معاكم في العوامل النفسية اللي هي بتأثر على الجهاز بشكل عام اول حاجة نتكلم عليها يا جماعة هو عامل اسم الخوف طيب الخوف ده بيأثر على ايه وازاي بيأثر على جهاز المناعة وبينقص من كفاءة جهاز المناعة اي واحد النهاردة تلاقيه خايف ايه اللي بيحصل في حالة الخوف اول حاجة تخيل ان انت لقدر الله ماشي في الشارع ولاقيت كلب بيجري وراق فجأة او لقيت عقرب او لقيت تعبان او لقيت اي حاجة مريبة او مخيفة بتجري وراق ايه اللي بيحصل في الوقت دوت اول حاجة نسبة الابرناليل عندك بترتفع والكورتزون بيرتفع وخلي بالك اللي اتنين دون مع بعض من كل واحدهم يقدوا لموتك ده رقم واحد رقم اتنين ايه اللي بيحصل بعد كده رقم اتنين بيحصل ضربات القلب بتبقى سريعة جدا 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 وفي نفس الوقت بيأثر على الكليتين بطريقة لا تتخيلوها يبقى بتأثر على القلب وبتضع في الكليتين وفي نفس الوقت برضك بيعمل عملية اضرار للبول لدرجة ان انت من قطر الخوف ممكن تفكر ان انت خلاص جالك السكر كل شوية انت داكل الحمام كل شوية مش عارف ايه زائد كمان ان هو بيأثر معاك على الزكاء والزكارة بشكل كبير على طول تلاقيك بتنسى زائد ان انت تلاقي دايما على طول نفسك مغدود وتعالى بقى نتكلم في الموضوع ده عند الاطفال اللي هو عندهم التبول الليلي كتير جدا من الامهات بتقول لنا احنا اولادنا بيبقوا بيعملوا حماما على نفسهم وهم نايمين السبب ان هما بيبقوا خايفين ليه؟ لان حضراتك ما فيش سبب صحي او عضوي يأثر عليه جير عامل الخوف بعد عامل الخوف العوامل الغذائية اللي هو بيعتمد عليها في الاكل والشرب قبل النوم فلذلك دايما احنا بننصح الامهات في بيوتها ان قبل النوم بتلت ساعات تمنع كل ما هو جزاء للاطفال زائد ان المعاملة ليهم تبقى كويسة خالص هتا لو حصل ان هم عاملوا حمام لازم تقوم مع ابنك او بنتك وتعرف ايه السبب اللي هو ممكن يعمل دي او بيأثر عليه موضوع الخوف لان الخوف هو العامل الرئيسي اللي بيأثر على الانسان بشكل كامل لان عامل الخوف ده بيأثر على الجسم كله دايما تلاقيك يعني محزوز مرتاب تلاقيك وقف تعبان تلاقيك على طول مش قادر تتكلم ممكن تفقد القدرة على الكلام تفقد القدرة على السماء من قدر الخوف يحصل لك حالات اغماء من قدر الخوف يحصل لك حالة هستيريا الخوف عام الرئيسي بيأثر على الجسم كله بشكل كبير جدا وأكتر حاجة الخوف بيأثر عليها يا جماعة هي الكليتين لأنه بيخلي الكليتين تفرز زيادة عن الحجم أو المنسوب اللي هي المفروض تفرزه وطبعا موضوع الخوف ده بيأثر على الجسم ككل والخوف زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ممكن يوصل الشخص للموت فأنتوا قوعوا أبدا تستهطروا بعمل الخوف لما يجي ابنك يقولك أنا حلمت بحلمة مش كويس وأنا عملت حمام عشان أنا شفت كذا في المنام فده كل من عوامل الخوف اللي هي بتأثر على الطفل أو بتأثر على القبار حتى أنت نفسك لو ماشي في الشارع وفيه موقف ارتابك أو فيه أي حاجة حصلت معك ده بيشكل خطر كبير جدا عليك لدرجة إنه هو ممكن يحصل لك يعني ممكن يوقف القلب معك فجأة ممكن يحصل معك حاجات لا إراضية أنت نفسك فجأة عنها خالص فلذلك إحنا لازم على قد ما نقدر إن إحنا نبتعد تماما عن الخوف بشكل كبير جدا وبالنسبة للنصيح الطبية اللي أنا هنصح بيها إن إحنا النهاردة نستخدمها في حالة لوحد مثلا لقدر الله وصل لمرحلة الخوف والكلام ده أول حاجة تستخدموها هو الليمون بالنعناع وده مشروب جميل جدا جدا للناس اللي هم بيكافل لأنه هو بيهد الأعصاب وفي نفس الوقت بيهدي الجسم بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت برضك ممكن أستخدم معاه العرق أسهوس من مشروبات الجميلة جدا اللي أنا ممكن أستخدمها وتفيد الجسم بشكل كبير وممكن أستخدم معاه موضوع أو ظهرة البجونج من النباتات الجميلة جدا اللي أنا تكلمت عليها اللي أنا قلت عليها مهدية للأعصاب وفي الغالب يا جماعة أن نفس أعراض الخوف هي نفس أعراض القلق عشان إحنا هنرجع نتكلم بها تاني طبعا الموضوع الخوف ده كمان فيه منه من أعراضه الناس اللي هي تلاقها دايما بتعرق بشدة يقولك أنا دايما مصاب بالعرق على طول بعرق وبفرس حاجات كتير ودايما تلاقي فيه جفاف عنده في الفم تلاقي دايما يعني عاوز يشرب مياه بشكل كبير وأحيانا بيفقد القدرة على الكلام زي ما قلت لحضراتكم وطبعا الكلام ده كله بيحصل في حالة الخوف وطبعا زيادة التنفس أو زيادة دربات القلب والتنفس السريع حتى أثناء فترة النوم ده كله بيحصل معي وخلي بالكم في حالة الخوف يعني مثلا سبحان الله يعني أنا خاف من حاجة يعني أنا خاف من مرض شوف بقى هي معادلة سبحان الله الخوف من المرض يحصل مرض الخوف من الفقر يحصل فقر الخوف من الهلع يحصل هلع أي حد بيخاف من أي حاجة لازم تحصل فعلشان خطري الخوف ده لازم يكون عند دقيقين في الله أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي متحكم في زمام الأمور كلها فلازم أن أنت تبعد بعدا تماما عن موضوع الخوف ده لأنه هو بيشكل أضرار جانبية لا تعد ولا تحصى على الإنسان بشكل كبير جدا وهتى كمان من ضمن الأعراض اللي بتحصل معاك أنه ممكن يحصل عملية ألم أسفل الظهر ويحصل تنميل في المفاصل بشكل كبير وهتى كمان ممكن يحصل اضطربات عصبية وهذا هذا أو يحصل مشاكل في الأوطار والأربطة ده كله من الخوف طيب الأعراض بتاعة الخوف دي هي تقريبا مشابهة الأعراض المعدة بس بتختلف ما بين الخوف والقلق في بعض الحاجات اللي تخص الجهاز الهضمي زي مشاكل القولون الانتفاقات التقلصات الحمودة ارتجاع المريء الامساك والتعنية برضك زيادة الوزن يعني مثلا الناس كتير جدا بتعاني من مشاكل زيادة الوزن وفي لفس الوقت احنا لما نيجي نتابع معاهم نلاقي ان القولون لي أثر كبير جدا معاهم بس الأثر الأكبر انه هو من الشخصيات الألوقة تلاقي دايما ألوء دايما تلاقي قاعد قلقان قاعد مهزوز طبعا في وضع القلق أو وضعه هو مهزوز بيحصل عملية تغييرات في السولوجيا خاصة بالجسم الكامل بيحصل عملية تغيير في الشهية تغيير في نظام الغذائي اللي هو بيأكله تغيير في الشكل العام بتاعه الأكل بتاعه بيبقى بشراها طبعا الغدة النخيمية بتدي أمر للقضاء الهضمية بتشكل خطر كبير جدا على جهاز المناع وبتنقص كتير قوي من كفاءة جهاز المناع بشكل كبير جدا طبعا كل المشاكل الخاصة بالتخسيس والخاصة بالقولود والخاصة بالاضطرابات المعدية بشكل كبير جدا سببها الأول والأخير يا جماعة هو القلق لازم موضوع القلق ده يعني نوقفه عند حده ونوقفه عند حده زي ما قلت لحضراتكم رقم واحد هو الرجوع لربنا سبحانه وتعالى في كل أمورنا ونحن نهدى ونحن نتبع القواعد اللي ربنا سبحانه وتعالى أقلنا عليها وفي نفس الوقت تحول على قد مقدر أننا أخرج من الموت بتاعي من الموت تاني أمارس الرياضة أنام كويس أكل كويس أشرب كويس أبعد عن المسببات في التغذية اللي هي من قد تسبب لها اضطرابات عصبية وتخليني أشعر بالقلق مرة تانية لأن انت ما عندكش حد عنده بشكلة في الجهاز الهضميغر لما يكون من الشخصيات الألوة لايه دايما الآن على طول عرفاضي والمليان هو الآن هو بقى خلاص من الشخصيات الألوة ديت فلذلك أنا أنصحكم جميعا أن أنتوا على قد ما تقدروا أن أنتوا تبعدوا عن الألق بشكل كبير طيب أنا دلوقتي شخصة ألوة وعندي المشاكل الهضمية دي كلها وعندي مشاكل وتغييرات في الوزن وعندي حاجات كتيرة جدا طيب أنا أعمل زائد كمان أن موضوع الألق ده بيخلي الإنسان يشعر بالجوع باستمرار ويفكر على طول يعني دايما على طول عنده الإحساس بالشعور بالجوع أنه عاوز يأكل أي حاجة يعني من قطر الألق ممكن يفتح التلاجة يقولها وهو أصلا مش جعان بس هو ألآن فعشان كده أنا بقول لكم ده سبب رئيسي من أسباب زيادة الوزن وسبب رئيسي من مشاكل القولون بشكل كبير جدا لأنه بيخلي الشهية بتاعته في الأكل بتختلف ما بين فترة للتانية وبيحصل عملية تغيير في الوزن بشكل كبير جدا كل مشاكل المعه ده بشكل عام واترابطها بشكل عام ده كله يخص الألق زي ما قلت لحضراتكم طيب موضوع الألق ده أنا أتخلص منه إزاي بقى أول حاجة زي ما قلت لحضراتكم أننا لازم أرجع لربنا سبحانه وتعالى والعادات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها ونرجع للرياضة ودنام قويس ونقل قويس والمدخلين بعده وعد التدخين يا جباعة لأن التدخين ده أثر لوحده كبير جدا لوحده التدخين بس لوحده مسبب كبير من مسببات أمراض كتيرة جدا فلذلك أنا بنصح كل الناس اللي بيشوفونا دلوقتي أن التدخين من أكبر المشاكل اللي هي بطحيط المعدة بالزاد وبتزود الإضطرابات العصبية وبتزود القلقة عند الإنسان خصوصا أنه هو بيعاني من مشاكل في المعدة بشكل عام طيب أول حاجة لازم كل يوم صباحا أتعاطم علاقة عسل نحن على الريق مع شوية مياه صغيرين قاسرنا عن الرسوع السلام ده بشكل عام أنا مش هتكلم عن الفوائد طبعا أي حد عاوز فوائد أي حاجة يرجع القناة بتاعتنا على اليوتيوب ويدخل عليها ويشوف الحلقات اللي احنا عملناها قبل كده عن العسل أو الحاجات التالية بس أنا هتكلم النهاردة عن العسل كمهدق للأعصاب ومهدق للمعدة يبقى العسل من المهدقات اللي احنا ممكن نستخدمها إن هي بتهد المعدة في حالة مشاكل المعدة والبابونج نفس الموضوع يا جماعة برضك بيشكل عامل رئيسي إن هو كمهدق للمعدة والشوفان عامل مهدق للمعدة وكل الحاجات اللي انا بتكلم فيها ديت يا جماعة أو العوامل اللي انا بتكلم فيها هي نفس العوامل اللي هي بتشكل عند الإنسان أو بتعمل عنده مشاكل الاكتئاب وحل الاكتئاب أو حل مشاكل الاكتئاب هو ده اللي احنا بنقول عليه يعني أي حد مكتئب أي حد تعبان أتمنى إن هو يتبعنا ويسمع الحلقة ديت واللي ماسمعهاش يعرف بيها التاني عشان خاطر الحلقة دي مهمة جدا جدا والحاجات اللي احنا بتتكلم فيها دي النهاردة خطيرة وما ظنش إن فيه حد تتكلم فيها قبل كده أو تتكلم فيها بشكل إن هو يخص جهاز المناعة وزي إن هي بتأثر على جهاز المناعة بشكل عام وبتخفض منه وبتنقص من جهاز المناعة طيب ده بالنسبة للمعدة الحزن بقى ندخل على الحزن الحزن ده إيه؟ إيه الحزن أنا؟ أولا رسال السلام في واحد راح له وقال له نصحني قال له لا تحزن وهكذا في الغضب قال له نصحني قال له لا تغضب قال له نصحني قال له لا تغضب قال له نصحني قال له لا تغضب رسال السلام نهانا عنده كله كل أمور حياتنا كلها بالكامل في الكتاب والسنة في القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى ده هنا وفي سنة رسول الله عليها أفضل الصلاة والسلام وكل حاجة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها عن طريق سيدنا محمد ما هو إلا وحي نيوحى فربنا سبحانه وتعالى نقلنا كل حاجة عن طريق رسولها الكريم سيدنا محمد عليها أفضل الصلاة والسلام فياريت كلنا نتبع القواعد اللي الرسول السلام قال لنا عليها لأن هي دي فعلاً اللي فيها الشفاء أي حد تعبان أي حد مدايق يشوف ربنا سبحانه وتعالى قال إيه ربنا سبحانه وتعالى الكلام اللي هو قاله هو ده اللي في الشفاء اللي الرسول السلام قال عليه هو ده اللي في الشفاء لغاية قيام الساعة هو ده اللي في الشفاء لغاية النهاردة ولغاية قيام الساعة يفضلوا يفسروا ويعملوا أعجازات علمية في آيات القرآن الكريمة فده كله الرسوع السلام تكلم فيه مش بعد 1400 سنة احنا اكتشفناه لا ده الرسوع السلام تكلم فيه فلازم كلنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى لان زي ما قلت حضراتكم ربنا سبحانه وتعالى هو اللي في ايده زمام الأمور كلها الناس اللي هما بيطاعاتوا مهدقات ومنومات عشان خطر الاكتئاب ومشاكل الاكتئاب والحاجات دي كلها ده كله غلط جدا انت كل اللي انت بتاخده بتاخده عشان تنام بتاخده عشان تبقى قاعد مش على بعضك مش موزون وبعد كده الأضرار الجانبية بتاعت المهدقات دي هتبقى أكتر بكتير جدا من فويدها اللي احنا كنا بنقودها عشانها فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ادانا كل الحاجات الطبيعية ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا النبات يبقى الفويد بتاعته للانسان خلق لنا الحيوان هكذا عشان نتغذى عليه ونتغذى من منتجاته خلق لنا الطير هكذا عشان احنا نتغذى عليه ونتغذى من منتجاته كل الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهالنا دي ادهى للانسان ولكن الانسان مع تطور الحياة وتدخل الانسان في الطبيعة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها ابتدى يحصل المرض نتيجة إن الإنسان مش مزبوط شوائع لكن لو أنا أخدت كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى قال عليها يبقى أنا إن شاء الله مش يحصل حاجة وهتكلم معاكم في الحزن عشان خاطر ناخد اتصالات الأول الحزن ده يا جماعة بيعمل إيه؟ الحزن ده بيعمل حرارة في الرئاتين تخيل كده وإنت قاعد حزنت فحصل عندك حرارة في الرئاتين وبعد ما يحصل حرارة في الرئاتين تحس على طول إن إنت قاعد شوال عاوز تشرب عاوز تشرب بطريقة كبيرة جدا طيب وبعد كده ممكن يحصل إيه؟ بعد كده بيحصل ألم في الحل تحس إن إنت عاوز تأخد أي حاجة إن هي تبقى مزيبة إن هي تسهل عندك عملية البلع والشرب والكلام ده زائد كمان إن بيحصل عندك ألم في الكتفين وصعوبة في التنفس ده كله بيحصل من الحزن مجرد إن أنا حزنت وكمان بيحصل اضطربات في النوم بشكل كبير جدا وبيحصل كمان مشاكل في الجهاز الهضمي شوف الحزن بيعمل فيك إيه؟ تخيل إن الحزن ده ممكن يعمل لك موت مفاجئ تخيل إن الحزن ده ممكن يوقف القلب فجأة تخيل إن الحزن ده ممكن يعمل لك مشاكل كبيرة جدا لا تعد ولا تحصى ممكن يعمل لك تلاية في رأوي ممكن يعمل لك التهابات في الحل ممكن يعمل لك مشاكل في الرأة بشكل كبير ممكن يعمل لك مشاكل كبيرة في الصدر ممكن يعمل لك مشاكل في القلب ممكن يعمل لك مشاكل في الفم الحزن ممكن يخليك تفقد الكلام والنطق نهائي فالحزن عامل رئيسي جدا من أكبر العوامل اللي موجودة النفسية اللي هي بتأثر على جهاز المناعة وبتشكل خطورة كبيرة جدا على الجهاز المناعة وبتنقص من كفاقته بشكل كبير جدا جدا طيب ده بالنسبة لعامل الحزن فاضل معانا عامل الغضب واللي أنا قلت عليه اللي رسول السلام نصح به وقال لنا لا تغضب لا تغضب لا تغضب طلع مرات الغضب ده يا جماعة بيعمل ايه تخيل دلوقتي ان انت في موقف واحد دايقك اول حاجة انت بتعملها ايه بتنفعل وبتنهار وبيجي لك حالة من الهيستيريا فضيعة ابقى رقم واحد ارتفاع شديد في الضغط حاجة لا تتخيلوها رقم اتنين سهل جدا 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 ان انت يجي لك سكت قلبية سهل جدا جدا ساعة الغلب ان انت يجي لك جلطة قلبية سهل جدا ان انت يحصل لك تصلب في الشريان التاجي سهل جدا ان انت يحصل لك انسداد في الشريان التاجي الدم وارتفاع الدم وارتفاع ضغط الدم مش بيخلي ان الدم ياخد راحته في الوعي الدموي فلذلك تلاقي عندك مشاكل لا تعد ولا تحصل ومن اكبر الحاجات او العوامل النفسية اللي بتأثر على جهاز المناعة هو الغضب ورسوع السلام نهان عنه يا جماعة الهم والغضب حاجة رهيبة جدا انت اوعى تحط نفسك في الموقف ده ابدا لان الغضب ده موت مفاجئ اضطرابات رهيبة في القلب تلاقي واحدة تقولك انا عندي نغزة زي بفظيع في المنطقة دي انا عندي مش عارف ايه اقول لها اهد شوية اهد شوية لان ده تقريبا يعني مفيش بعد منه قومة الاسترس والضغط النفسي والتوتر العصبي اكتر الحاجات اللي بتسبب للموت المفاجئ مش السكر ولا القلب ولا الكبد ولا الكلام ده كفاية عليك ان انت تبقى في موقف في استرس وانا اتكلمت على استرس ده ابدا جدا قلت هو ده مرض العصر انا النهاردة عندي فيروس كورونا انا عندي الاشد من كورونا عندي الاشد منه عندي الاسترس مرض العصر الضغط النفسي والتوتر العصبي وليه انا اوصل لده ربنا سبحانه وتعالى موجود لازم يكون عندي يقين فيه ان هو متولاني برحمته انت بتهرب من قدر الله بتروح لقدر الله برضك وكل اللي بيحصل في حياتك هو بأمر بأمر وبإرادة ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ ليه الانفعال؟ اذا كان الانفعال ده انت عارف ومتأكد ان انت ما رايح في ده يا انت بوليمة اهدف اهدف وتكتائب ليه وتدخل في حالات هسترية ليه وتزعل ليه وتخلى عندك جهاز المنعلى لو انت بتاكل انضف اكل لو انت بتعمل كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتسبب الامراض وبتعملها وخلاص ومش هيجلنا امراض لو انت بتعمل كل حاجة وعندك العامل النفسية دي مش مزبوطة انت ما عاملش حاجة اقولش هيا حاجة خالص فلذلك ارجع تاني واقولك حضرتك ما ينفعش ان انت تغضب لان الغضب اكتر حاجة بيأثر عليها يا جماعة هو القلب الضغط بيجهد القلب بطريقة مباشرة بطريقة غير المعتاد عليها وبيأثر على القلب بطريقة كبيرة وبيخلي الدم ما يبقاش قويس في الاوعية بتاعته وبيخلي عندك الشرايين مهزوزة وبيعملك مشاكل صحية كبيرة جدا جدا زائد كمان ان هو بيخلي الشرايين دقيقة اللي موجودة في القلب بتفقد المرونة بتاعتها فده حاجة صعبة جدا طبعا الحاجات دي كلها ما ينفعش ان انا اه 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 اخر حاجة هتكلم عليها عشان خطر الاتصالات كتير معنا اه هو الجرح الجرح يعني الصدمات اي واحد مصدوم في واحدة اي واحدة مصدومة في واحد اي حد مصدوم في اي حد اي حد مصدوم في حد قريبه مصدوم في خوب في اختك مصدوم في عالتك مصدوم في اي حد في الدنيا الجرح العاطفي او الجرح النفس ده يا جماعة بيأثر بشكل كبير جدا جدا على القلب فلذلك دايما أنا بقول لك أن الطاقة الإيجابية هي أكبر حماية للإنسان من كل الأمراض والطاقة السلبية هي أكبر مسبب لكل الأمراض فلذلك بقول لك أن الجرح هو المسبب الأول لعوامل اللي بتأدي بعد كده للاكتئاب بشكل كبير وهي السبب في الصدمات وهي السبب اللي هي بتخلي أن القلب ما يبقاش نفس الغضب أو نفس الشرايين اللي هي حضراتك بتعمل على مرونتها بشكل كبير وبتخلى عندك الضغط يرتفع بشكل كبير وبتأثر معاك أو بترفع معاك الضغط بشكل كبير لأنك أنت كاتم في نفسك ولقوا يا جماعة أن الناس اللي هم بيغضبوا أو الناس اللي هم بيصرخوا أو ساعة ما يحصل موقف يتكلموا مع الناس ويزعقوا كده دول أقل ضرر من الأشخاص المكبوتة الشخص المكبوت ده حاجة أجارك الله ده ممكن يموت فلذلك لما تلاقى حد بيجي يحصل مشكلة وهيس خليه هيس خليه زعق خليه عيط خليه يصرخ لأنه ما عملش كده وكبت في نفسه ده خلاص أولا ما فيش جهاز مناعة هو ده موضوع الحلقة ما فيش أي حاجة بعد كده مهما عمل فرقم واحد لازم يقوج هاز المناعة إنه هو يبعد عن كل المسببات العوامل النفسية اللي بتأدي ديه هنقول إحنا في هلع وإحنا في مشاكل وإحنا عندنا اللي مكفينا وإحنا فينا وإحنا اللي فينا مش عنده حد وإحنا 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 عاجات كدير جدا أقولك لو أنت إيمانك بربنا سبحانه وتعالى القوي عمرك ما هتبقى ضعيف أبدا مستحيل تبقى ضعيف لو ما بتصليش تبقى ضعيف لو ما بتفتحش اكتب ربنا سبحانه وتعالى تبقى ضعيف لو ما سمعتش كلام سيدنا رسول الله هنا تبقى ضعيف شوف لو الدنيا دي كلها سرقت حوالين منك وانت قوي بالله سبحانه وتعالى وعندك يقل فيه عمرك ما هتبقى ضعيف لو عندك طاقة إيجابية وعندك كل الأمراض مش هبقى عندك مرض والله لو عندك إيه والله لو عندك مرض مناعي والله لو عندك كورونا نفسه جاء لك وعندك طاقة إيجابية وعندك يقين في الله سبحانه وتعالى وقوّب إيمانك وبتصلي وتعرف ربنا سبحانه وتعالى وبتاخد بالأسباب وبتعمل اللي عليك والله ما في حد في الدنيا هيقدر عليك ده ربنا اللي قال كده مش هنم لازم كلنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى إحنا في وقت لازم نقول لنا نكون مع ربنا سبحانه وتعالى الدين يا جماعة الدين هو كل حاجة هو زمام أمورنا الدين اللي بيعاني من مشاكل الاكتئاب اللي بيعاني من الوسواس القهري اللي بيعاني من الشيخوكها المبكرة اللي بيعاني من مشاكل الزكاء والذكرة اللي بيعاني من الشيب المبكر اللي بيعاني من مشاكل الضغط المرتفع اللي بيعاني من مشاكل الصكر اللي بيعاني من مشاكل القلب اللي بيعاني من مشاكل الجلطة الدماغية اللي بيعاني من مشاكل القنالها دمية اللي بيعاني من مشاكل المفاصل وتنملها اللي بيعاني من مشاكل البرودة في الأطراف ده كله سبب العوامل النفسية مش سبب العوامل الطبية أو العضوية ده كله سبب العوامل النفسية العوامل النفسية بتشكل خطر كبير على جسم الإنسان أكتر من العوامل العضوية نفسها أكتر من مرض نفسه هي سبب المرض نفسه تعال بص لزيادة الوزن تعال بص للناس التخان الناس اللي زيدين يقولك الاول ما شوف التلاجة ادخل عليها افتح باب التلاجة ااكل لوحدي معرفش عمل ضايت عنده قلق عشعور بالقلق تفكير في مستقبله اللي راح واللي جاي واللي جاي ده كله بيخليك حاجة تانية خالص بيخليك مختلف لغاية امتى لغاية امتى هنفضل نضحك عليكم واحنا ما ينفعش نضحك عليكم اكتر من كده لازم تاخد بالك كواس اوي ان كل امورك بايد ربنا سبحانه وتعالى وان كل الامراض اللي في الدنيا سببها الحالة النفسية وسببها البوضة عن ربنا سبحانه وتعالى وسببها الطاقة السلبية لازم ناخد بالاسباب نعمل اللي علينا ناكل قويس ونشرب قويس ونصل ونعرف ربنا وفي نفس الوقت نبعد عن العوامل اللي بتأثر على نفسيتك بشكل عام الخطب ده ابعد عنه الحزن ابعد عنه الخوف ابعد عنه الجرحة ابعد عنه العوامل اللي بتأثر عليك دي كلها ابعد عنها والعوامل اللي بتصنع عليها المادة المزاجية عشان خطر تخلينك كويس اهتم بيها تخيل النهاردة عاملين اعلان لشوكولاتة وقولك شوكولاتة فيها هرمون السعادة لغاية امتى هنوصل للنصب والكسب ده كده عيب كتير البصل ده تخيل تخيل بصلية ده فهرمون السعادة ده فهرمون السعادة ده أخيل ده بتفرز المادة المزاجية اللي الجسم محتاجها يا جماعة كل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه هو حق لازم تؤمنوا بيه كل الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها من الطبيعة هي حق لازم تؤمنوا بيها كل الحاجات اللي خلقها الانسان هي ليست حق ومشكوك فيها ربنا سبحانه وتعالى ادني النباتات عشان اتغز عليها واتقوى عليها واملك جسمي بالألياف عشان الدهون تنزل والدم ياخد وضع وكل السرول ينزل ايه لغاية امتى طيب ناخد اتصال معانا هلو وعليكم السلام ومؤيمن معاك اهلا وسهلا مؤيمن والله والله انت مش دكتور واحد انت كل بكاتر الله يكرمك اكرمك الله ومستر الله عليك ريحتنا ستيش انا كنت تعقنا قبل ما تكتر اكرمك الله الله يكرمك اكرمك الله ممكن يا مؤيمن بس حضرتك تعلي صوتك سدنا صغيرة زي ما قلت حضرتك احنا الحمد الله جريبين والربنا بس نفسية تعبانا طيب للناس احنا قلنا يا مؤيمن لازم نرجع لربنا سبحانه وتعالى في كل امورنا والله الحمد لله الحمد لله بس الضغط كان ذات خلاص يعني احنا بسر اه احنا بسر يا دكتور يعني انت انت لسه لسه جاي لحضرتك لما الواحد يفطت بيبتاح طب انا مستدر افطت اروح ايه لا موحضرك ربنا موجود ما هو انت حضرتك الانسان دوت ممكن مش يستحملك لكن ربنا هيستحملك انت لو دخلت في اي وقت حضرتك اسمعيني يا مؤيمن اسمعيني يا مؤيمن انت حضرتك لو دخلت في اي وقت فردت المصلية بتاعتك وقفت قدام ربنا سبحانه وتعالى وفط فط طيله هو احسن من البشر واذا كان ربنا سبحانه وتعالى هيكون معاكي مين هيكون عليكي واذا كان ربنا سبحانه وتعالى هيكون عليكي مين هيكون معاكي يا أمو أيمن لازم نرجع لربنا سبحانه وتعالى لكن بالنسبة للضغط والسكر يا أمو أيمن أنا أنصحك اتفضلي طيب بص أنت عندك السكر كام يا أمو أيمن لا أنا ضغطها الحمد لله والضغط بيكون مع عصبي وقت السدة يعني طيب بص يا أمو أيمن الحاجات اللي أنا هقولك عليها دي كتبيها ورايا ويريت تعمليها في البيت حاجات طبيعية جميلة جدا مدام أنت ما بتاخدش حاجة للسكر والضغط وفي نفس الوقت هتزبط لك الكلام ده كله رقم واحد يا أمو أيمن لازم تبعد عن الزيوت المهضراجة لأنها بتعمل مشاكل كبيرة جدا ونتجه للزيوت الطبيعية أو السمن أو الزبدة الطبيعية ده رقم واحد رقم اتنين يا أمو أيمن لازم اهتم قوي بورق الزيتون وورق التوت يا جماعة ورق الزيتون والتوت مفيدين جدا للضغط والسكر بشكل كبير جدا جدا وأضيف عليهم كمان نبات البرباقوش التلاتة دول مع بعض يا أمو أيمن هيبقوا كويسين أوي لكن في حالة اللي انت عندك الضغط ومش بتغديله حاجة ممكن تستخدمي الدوم مع البرباقوش مع حبة البركة حاجة بسيطة جدا ده بردك من الحاجات الجميلة جدا جدا يا أمو أيمن وشكرا لاتصالك معنا وإن شاء الله تكوني زي الفل بعد كده وتطمنين عليك إن شاء الله ومعنا أمو اسمين أهلا فضال يا أمو اسمين لما سمحت يا دكتور أنا على طول ضغطي ضغطي ضغط كام يا أمو اسمين على طول ضغطي بيوصف ضغطك واطي على طول يا أمو اسمين آه طب عملت تحليل دم أو أي حاجة لا أنا بقيسه على طول بيبقى واطي ومش على طول بيبقى ودوخ ودير شهرين على حالة طب أنت أخبر المغزيات معك يا أمو اسمين أنا لفت أولد بقالي شهرين ومساعد ما أولدت الضغط على طول واطي وبدو طيب بص يا أمو اسمين نركزي معي أولا أنت في فترة الحمل وفي فترة الولادة بتفقدي عناصر غزائية كبيرة جدا جدا من اللي أنت بتخزنيها معاك فبالتالي إن الطفل دو والطن هو ببطنك بيتغزم المغزيات بتاعتك وبعد الولادة في الرضاعة برضك نفس الموضوع فده أمر طبيعي جدا أن يحصل معاك بس في حالة حاجة يا أمو اسمين حراركي ممكن تسمعيني أنت عندك أي أسئلة تانية أمو اسمين أبدا أقول لحضرتك فضل علام المفاصل على طول والعظام أنا أول دتي عندها 42 سنة وعلى طول عندها إسنها بيوزة حقائص ظهرها ورجليها وزنها كام يا أمو اسمين وزنها كام وزنها 72 أو 80 72 أو 80 طولها كام يا أمو اسمين طولها 156 طيب بص يا أمو اسمين خلاص عندك حاجة تانية طيب أخذ تاسل حضرتك طيب على طول أنا برضو عندي أليميا مع الضغط عايز أشوف حل علاج الأليميا طيب حاجة تانية يا أمو اسمين طيب بص يا أمو اسمين خليك معايا أول حاجة بالنسبة للضغط والأليميا رقم واحد أي نبات أغدر داكن في نسبة حديد عليها لازم اهتم بيه الخبزة السباني خجاب جير الخاص البقدون لسي الشابة القرافس الكلام دا كله كل دا في حديد بالنسبة جبيرة جدا مع التفاح البتنجان البلح العسل لحاجات دي كلها هترفع عندك نسبة الهمجلوبين في الدم بطريقة لا تتخيليها مع البنجر على السلطات حاجة روعة تان روعة ولا هتشتك من أليميا ولا هتشتك من ضغط دي حاجة ممتازة جدا دا بالنسبة للأليميا والضغط بالنسبة لولدة حضرتك مشاكل الظهر والعظام اللي عندها لو حضرتك رجعتي الحلقة بتاعت مبارحة على الصفحة بتاعتنا وعليوتيوب هتلاقي في تركيبة جميلة جدا احنا عاملينها خاصة بألام العظام والمفاصل والتركيبة دي انا عملتها في قعدة كريم يعني جبت قعدة كريم كده يا أم واسمين ركزة معايا وحطيت عليها بعض الزيوت ممكن تكتبيها ورايا دلوقتي بعض الزيوت هتجيبي حاجة اسمها زيت الشطة زيت الزنجبيل زيت القفور زيت النعناع زيت القرنفل زيت الحنضل الزيوت اللي انا قلت عليها دي يا أم واسمين بنسب متساوية ممكن تحطيها على قعدة كريم ملقتيش قعدة كريم مش مشكلة هتخلطيها على بعض بنسب متساوية وتبتدي تدلك بيها موضع القلم ده حاجة من الحاجات الجميلة جدا جدا وحاجة تانية يا أم واسمين ممكن تجيب الحنضل تحطيه تحت كعب رجليها من تحت خالص دي حاجة ممتازة او تطحنيه معنا تصل أيها دوابة من أسوان سلام عليكم أهلا وسهلا سوادة من أسوان أهلا بأهل أسوان جميعا وأهلا بحضراتكم الله يخليك طبعا حضرتك فعلا الموضوع اللي حضرتك تتكلم فيه موضوع رائع فعلا هو خطر الحزن والضيق على القلب أكبر من أي خطر وهو كل شيء مقدر هو مرض العصر دلوقتي صحيح هو مرض العصر ألا بذكر الله تطمينه القلوب حقيقة الله يفتح لحضرتك الله يفتح لحضرتك طبعا مهما الإنسان كان عنده هم كان عنده حزن مجرد أنه هو يسلم أمره إلى الله بس مهم جدا أن الإنسان ما يكونش فيه حاجبه عن الله الحمد لله ظلم أو إساءة أو شيء في نفسه يعني الإنسان يقول يا رب ويرفع الظلم عن المظلومين وإن شاء الله ربنا يفضل عنه اللهم أمين اللهم أمين وربنا يسلم مصر من الكورونا اللهم أمين ربنا يسلم مصر رئاسة وشعبا وحكومة وكل يعني ربنا يسلم مصر والعالم كله اللهم أمين من الوباء اللهم أمين يعني الناس لو تضرعت إلى الله لأن ربنا سبحان الله وتعالى بيرفع البلاء اللهم أمين ربنا يرفع البلاء عن العالم وإن شاء الله وربنا يسلم الناس في كل مكان اللهم أمين عند حضرتك أي سؤال عاوزة تسأليه؟ دعواتك يا أم المصر وأهل مصر جميعا اللهم ارفع البلاء والغلاء عنهم جميعا يا رب العالمين ومعنا اتصال طيب بص يا جماعة أنا مش هتكلم معكم فأكتر من الموضوع ده مش هاوز أخرج عنه اللي أنا اتكلمت فيه أحلى تكلمنا قبل كده في جهاز المناعة واتكلمنا في حاجات كبيرة جدا بس صدقني العوامل النفسية لو مش مظبوطة عندك مهما أكلت ومهما شربت ومهما عملت جهاز المناعة صفر أحلى في مرحلة أتمنى إن الأخصائيين النفسيين يظهروا فيها أكتر لأن تقريبا الناس محتاجاهم دلوقتي لأن تقريبا الناس تعبانة جدا نفسيا أكتر ما هي تعبانة بسمانين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا البلاء والغلاء وأن يكرمنا ولا يهننا وأن يكن معنا ولا يكن علينا وأن يزدنا ولا ينقصنا وأن يعطينا ولا يحرمنا اللهم إننا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم نقنا من خطيانا كما تنقص سعوب الأبيض من الدنس وأكسلنا بالماء والبرد والسلج اللهم باعد بيننا وبين خطيانا كما تباعد بين المشرق والمغرب اللهم إننا نسألك حسن الخاتمة اللهم إننا نسألك توبة قبل الموت اللهم يمقلب القلوب صبت قلوبنا على دينك وآخر كلام معك وأستوضاكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا